للحصول على حدث افضل لمرونة سعر الطلب اعتقد اني لازم ابص على بعض الحالات المهمة وفكر في نوعية مرونة الطلب اللي قدامنا معانا دلوقتي ازازة انسولين معظم مرضى السكر بس مش كلهم محتاجين ان هم ياخدوا الانسولين يوميا عن طريق حقنوا بالدم علشان يقللوا نسبة السكر في الدم ولو ما عملوش كده حاجات وحشة هتحصل لهم وممكن يموتوا لو ما خدوش الانسولين في الوقت المحدد دلوقتي تعالوا نشوف مرونة الطلب بالنسبة لحاجة زي الانسولين في العمود ده هحط السعر والعمود التاني هحط الكمية خلينا نقول ان سعر الانسولين دلوقتي 5 دولار للازازة الوحدة وعندنا مرضى محتاجين وكلهم هيشتروا الانسولين اللي محتاجينه خلينا نقول ان الكمية هنا ميد ازازة في الاسبوع ولازم يشتروا علشان يحفظوا على الانسولين دلوقتي ايه اللي هيحصل في الموقف ده لو السعر تغير ايه اللي هيحصل كمان لو السعر نزل خلينا نقول ان هو نزل لدولار واحد هنلاقيهم بيشتروا كميات اللي هم محتاجينها بس للحفاظ على الانسولين ونفتكر مع بعض ان كله متوازن لأي تغيير في المستقبل للسعر وبالتالي في الحالة دي هتفضل الكمية ميد ازازة في الاسبوع دلوقتي ايه اللي هيحصل لو السعر زاد للطن ايه اللي هيحصل لو سعر الازازة وصل لميد دولار الحالة دي هتكون صعبة عليهم بس في نفس الوقت هم عايزين يعيشوا بالتالي هيعملوا المستحيل علشان يشتروا الانسولين وبكده هتكون نفس الكمية موهودة وهي ميد ازازة في الاسبوع السعر ممكن يفضل يرفع بدون اي مبرر والكمية هتفضل زي ما هي لو رفع السعر مثلا لبليون دولار ومقدروش يتحملوا السعر ده برضو الكمية هتفضل ميد ازازة مش مهم السعر ايه ده كان مثال معانا لعدم التوازن التام لو فكرنا في حالة مشابهة للتوازن هنتكلم عن الطوب مثلا مش مهم سعره اي كمية تسحبه ودفع مش هتغير وبالتالي اي تغيير في السعر لاي سبب مش هيغير في الطلب هنا فلو حسبت هتقدر تكتشف الطلب المرن خلينا نقول مثلا لو السعر نزل من خمسة دولار لاربعة دولار الكمية ما تغيرتش يبقى نسبة تغيير الكمية بتساوي سفر ونسبة تغيير السعر بيساوي اربعة يعني متوسط 250 وده رقم كبير وضخم ولكن السفر في الكمية ثابت مهما حصل وفي الموقف ده مرونة الطلب سفر ولو حبيت تعرف شكل منحانة الطلب خليني ارسمه وهنا السعر وده سهم الكمية اللي هي ميد ازازة في الاسبوع وده لما السعر بيكون خمسة دولار وهنا السعر دولار واحد هنلاقي الطلب برضو مية في الاسبوع ولو السعر عشرين او مية دولار او ايا كان السعر برضو الطلب هيكون مية كل اسبوع بالتالي منحانة الطلب الغير مرن هيكون عمودي بالشكل ده وبغض النظر عن السعر هنلاقي دايما الطلب سابت على حالته دلوقتي تعالوا نتكلم في نقطة تانية ده كان عدم التوازن تعالوا نشوف الطلب المتوازن هيكون ازاي حاجة تتغير كتير لو النسبة اتغيرت تغير بسيط في السعر تعالوا نبص على ماكينتين السعر اللي قدامنا ونقول ان هما بيبيعوا كولا دي قلبة كولا اهية ودي واحدة تانية خلينا نقول ان تكلفة كل واحدة واحد دولار تعالوا نفترض ان الماكينة دي مش هتتغير يعني هتثبت على دولار للكان الواحد والاتنين وصد بعض وكمان من الواضح ان فيه آلة قهوة بينهم تعالوا نفكر في منحانة الطلب للكولا في الماكينة دي خلينا نشوف السعر والكمية نفترض ان السعر دولار فبالتالي هتلاقيها خدت نص المبيعات مع التانية اسبوعيا وخلينا نحط في الكمية 100 كنز في الاسبوع والسعر دولار دلوقتي بقى ايه اللي هيحصل لو حصل تغيير بسيط جدا في السعر يعني بدل دولار خلينا نقول ب99 سنت وخلينا فاكرين ان الماكينة دي ما تغيرتش هنلاقي منحانة الكمية للماكينة دي دولار بقى الدولار وسنت ودلوقتي هنلاقي كله بيشتري من الماكينة التانية نفس المسافة وبفيش فرق والماكينة دي مش هتبيع حاجة يا ترى شكل المنحانة الطلب هنا هيكون ازاي خلينا ارسمه هنا ده السعر ودي الكمية وهنا سفر وهنا مية ودي 200 وهنا السعر دولار هنا في حالة السعر دولار هنلاقي الكمية المطلوبة 100 كنز في الاسبوع وفي حالة 99 سنت الكمية اللي تباعت 200 كنز هتكون بالشكل ده نازل بسيط وفي حالة دولار واحد وسنت الطلب هيبقى سفر بالتالي منحانة الطلب هنا هيكون بالشكل ده افكي كده وهيوصل للمرونة التمة تغيير بسيط جدا في السعر ادى الى تغيرات كبيرة في نسبة الطلب بفضل الشكل الحسابي زي كده هتلاقي عدد كبير من التوازن يعني الوصول للتوازن التام اللي ممكن يكون افكي بالشكل ده لو بصينا على الناحية دي هنلاقي مرونة الطلب وهنا هنتكلم عن القيمة الكاملة وهي سفر انما هنا القيمة الكاملة لمرونة الطلب هي انفينتي ونفتكر ان نسبة تغيير الكمية اعلى من نسبة تغيير السعر ولما نيجي ننتقل من سيناريو للتاني هنلاقي نسبة تغيير السعر بسيطة جدا يعني تقريبا واحد في المية زي ما احنا هنا شايفين ان تحريك السعر الفوق او لتحت واحد في المية بس شايفين لما الكمية بتتغير بتتغير بنسبة كبيرة من خمسين في المية لمية في المية لما السعر بتغير واحد بس في المية فهنلاقي مرونة كبيرة في الطلب هنا وهنلاقي هنا المنحنة على الشكل الافكي ده وبكده حققت الكيمة الكاملة لمرونة الطلب موسيقى 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 موسيقى